اشتركوا في القناة ابدأ مباشرة بقراءة النص ظهرت الجزائر على متن السفينة محفوفة بالضباب البحر أزرق داكن وفوق تلك الزرقة الدكنائي رأينا بالأفق البعيد لونا فاتحا يكاد يكون أخضر ورقعة يتناقص لونها الوردي تدريجيا إلى أن يختلط بزرقة السماء ضياء النهار ما زال مشرقا من جهة البحر بينما أخذت الشواطئ الجزائرية تختفي شيئا فشيئا في الظلام البحر هادئ ولا يكاد يحس له الركاب سوى هزة خفيفة تعبث بأمواج البحر وأخذت السفينة ترسم على صفحة الماء ثلما عريضا متلألئا كنفذة الركاب على ظهر السفينة متراسون يتفرجون على المناظر في صمت وكل واحد منهم قد وعى الموقف الجديد ويطمئن نفسه بأنه لا داعي للخوف من هذه الرحلة التي قد تخفي بعض المفاجآت طلع النهار في اليوم التالي ساطعا فمتعنا أبصارنا بمنظر البحر وقد أطلت عليه الشمس من كبد السماء الزرقاء الأمواج ترغي وتزبد ثم تخمد كأنها في لمعانها أضواء مدينة تشاهد من مكان بعيد الحقيقة نص أكثر من رائع والله استمتعت كثيرا بقراءتي هو لمولود فرعون وتعريب حنفي بن عيسى حنفي بن عيسى أو حنفي بن عيسى أولا أنا أبنائي حذفتنا النهائي تقريبا حذفت كل أسئلة الفهم لأنها هذه لكم ولازم تتعودوا على أنفسكم قليلا فقط الإعراب والتبرير وذلك نراجعه كمراجعة الامتحانات أولا أردت أن أشرح لكم بعض الكلمات ربما الغاربة عليكم لدينا أشرح كلمة تزبد ما معنى تزبد زبد البحر؟ هنا لدينا ترغي وتزبد ترغي عندما رأيتم أمواج البحر عندما تشكل رغوة وتزبد بمعناها تدفع برغوتها هذه الرغوة تصعد هذه هي تزبد قلنا ترغي تشكل رغوة وتزبد تدفع بالرغوة للأعلى لدينا ثم تخمد تخمد هي عكس تزبد هي عكس تزبد يعني تهدأ تهدأ لدينا ثلما ثلما يقول هو كسر أو شق هو الكسر أو الشق استخرج من الناس مرادفا لكي محاطة محاطة وتهدأ لدينا تهدأ مثل ما ذكرت هي تهدأ شيء محاط أي شيء محفوف أو يحيط به أي يعني يحفه محفوفة بالظلم هنا في السطر الأول أنا مثل ما أقول أبنائي دائما أوقفوا الفيديو شوفوا جميع الأسئلة ولا أنقصوا من الصوت تحل الأسئلة ثم أبدأوا بالإجابة لأني أنا محكومة بوقت لدينا الآن الكلمة وإعرابها لدينا الكلمة الأولى بسيطة جدا الجزائر الجزائر ظهرت الجزائر بسيطة جدا ظهرت الجزائر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره هنا أبناء الظاهرة على آخره هناك من الأسد ذا من يقولوا كتبوا الظاهرة على آخره وهناك من الأسد ذا من يقول لا في الابتداء نقول الظاهرة فقط حتى المتوسط ويصبح يكتب التلميذ الكلمة كاملة الظاهرة على آخره لدينا يتفرجون لاحظوا أبناء الله هنا الركاب على ظهر السفينة متراصون يتفرجون هنا كيف نعربها هي فعل أكيد فعل فعل مضارح الفعل المضارح كيف يكون يكون مرفوع بالضم هنا لدينا ب ماذا نقول مرفوع ب إذا ماذا قلنا يتفرجون فعل مضارح مرفوع بماذا بثبوت النون لماذا لأنه من الأفعال الخمس التي لدينا الكلمة الأخيرة في الإحرام الجديدة لاحظوا هنا أبنائي وكل واحدا هنا تبع المؤشر تعلق الفأرة وكل واحد منهم قد وعى الموقفة الجديدة الجديدة بسيطة جدا هي نعت الموقفة مفعول به والجديدة هي نعت للموقفة نقول نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لاحظوا أبنائي هنا آآ 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 نكتبت لكم إلى هنا الإعراب ها هو موجود هنا لدينا فيما يشترك هذان الإسمان الدكنا وضياء ماذا نسميهما أولاً لنلاحظ الإسمين دكناء وضياء كلاهما ينتهي بهمز الهمز هذا ماذا قبلها؟ قبلها ألف مد دكناء وضياء تشبه سماء تشبه صحراء هذه الأسماء ماذا نسميها؟ نسميها بالأسماء الممدودة إذن هنا الجواب كيف يكون فيما يشترك هذان الإسمان؟ كل منهما ينتهي بهمز بعد ألف مد ماذا نسميه؟ ما نسميهما؟ إسم ممدود الآن استخرج منقوص وفعل مزيد هو في الحق أحد هنا لدينا جمعة تكسير ركاب لدينا الفعل اللفيف ما هو؟ الفعل اللفيف ما هو؟ وسوف أريكم فيما بعد الجدول اللفيف ما هو؟ هو نوع من أفعال معتلة لكن اللفيف يتميز عن غيره أنه فيه فعلي حرفي علة يمكن يكون الأول والآخر يمكن يكون الآخرين هنا أنتم ما بتوجدوا إذا مثلا ما وجدتوش أقرأوا النص فعل فعل إلى أن تجدوا الفعل هنا لدينا وعا وعا ها هي في المؤشر وعا ها هي وعا وعا الموقف لدينا اسم منقوس ما هو الاسم المنقوس؟ الاسم المنقوس هو اسم آخره ماذا؟ يأساكنها يأساكن قبلها كسر مثل قاضي رامي وشرحنا هذا الأمور أضع لكم رواب الدروسها أسفل الفيديو الآن فعل مزيد فعل مزيد هو مزيد عن حروفه الأصلية هنا أيضا تقرؤون أبناء النص فعل فعل ماذا لدينا؟ ورقعة يتناقص لونها يتناقص هنا أصل فعل ما هو؟ هو فعل ثلاثي نقوس هنا قلنا يتناقص هنا فعل مزيد ماذا باقي لدينا؟ باقي لدينا جمع مؤنث سالم وهو الجدو الأبنائي جمع مؤنث سالم بسيطة هي مفاجآت الآن أبنائي آخر سؤاله هنا لازم تنتبهوني من اللي حسمعوني لأنه الكثير من التلاميذ وأنا ابني كان يرتكب هذا الخطأ عندنا أهل للكتابة الهمزة في كلمة الجزائر نحن عندنا في التعليل هذه بسيطة لأنها نقول مكسورة أم مجرورة؟ لأنها مكسورة نحن في الإعراب نقول فعل مضارع مرفوع نقول مثلا مفعول به منصوب نقول مثلا اسم مجرور بمثلا حرف جر وعلامة جره الكسرة لكن في التبرير لا نقول مرفوع نقول مضموم ولا نقول مكسور مجرور بل نقول مكسور نتابهوا أبنائي هنا تنقص العلامة تماما مثلا إذا كانت الإجابة التبرير على نقطة يمكن يمدلكم نصف العلامة ويمكن يمدلكم صفرة قلت في التبرير لا نقول مرفوع بل نقول مضموم ولا نقول مجرور بل نقول مكسور إذن أبنائي تمنى تكونوا سفتوا كلمة كلمة من نهار اليوم كل من لديه تعليق كل من لديه استفسار يضعوا في التعليقات نقول لكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر